السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة جواريات صحية موضوعنا اليوم حول الأدوية اللي كتنتهي الصلاحية ديلها من بعد ما ديتم لفاتح ديلها وهنا تنخص بالذكر الأقراس والكابسولات فالمعروف أنه من اللي كتشري يعني أو لا من اللي كتاخدوا بوصفة طيبية أو بيدوني وصفة طيبية الأقراس أو لا الكابسولات عندكم جوج ديل أشكالي إما كتلقو أنهم كتلقوهم في علبة واحدة يعني مجموعين في علبة واحدة أو لا كتلقوهم في صفيحة فبنسبة لهذه الأقراس والكابسولات اللي كتلقوهم مجموعين في علبة واحدة فهنايا يعني ما خصكمش أنه يبقى عندكم كتر من شهرين ثم مجرد كتفوت شهرين طيخص هذا الدواء أنكم تخلصوا منه علش لأنه تكون البكتيريا وتتجمعوا الطفاليات يعني تتجمعوا الميكروبات يعني تكون أكثر عرضة للبكتيريا أما بالنسبة لهذه اللي كتلقوه يعني كل كابسولة أو كل قرص يعني بوحده يعني كل قرص على حداء أو كل كابسولة فهنايا التاريخ دي الانتهاء الصلاحية هو هدك اللي تيكون على البكية دي الدواء اللي تيكون مكتوب في العلبة دي الدواء وراف هاد الفيديو حديت لكم بعض الصور فقط للتوضيح وباش نقرب لكم الفكرة شوية وفهد الفيديو حاولت أنني نقرب لكم أو يعني نحدد لكم الفرق ما بين الأقراص والكابسولة يعني شنه هو الفرق ما بين هد المكوينين فهنايا بنسبة لكابسولة هي كتكون المفعول ديالها الصراع من المفعول ديال الأقراص فهنايا كيفما كتشوفو فهدو أقراص هدو اللي كتكون عليهم هاد الشرطة الوسط فهدو يعني قابلين أنهم نقسموهم من الوسط وبالنسبة لهدو يعني كل حاجة بوحدة هدية اللي كتلكم فهدو مدم كيناكة فالتاريخ ديالها تيبقى صالح حتى تنتهي أما هدو اللي تلقاهم في العلبة كيفما كتشوفو سواء كانوا كابسولات ولا أقراص فهدو كابسولات يعني المدة ديالتخزين ديالهم يعني شهرين تيخصهم يترمو وكيفما تنعرفوا أنا الأقراص فيها بزاف كيليحوا بيبات كتكون فيها مجموعة من الألوان فهدو هم المكونات باش خدمو هدوك الدواء بالنسبة لأقراص بعد مرة كتلقا على شكل دائري بحل هدو الشكل وبعد مرة تلقاوه يعني على شكل مستطيل شوية فهدو الشيء ما يخص هدو الأقراص والكابسولات فكيف قلت لكم يعني الأقراص ممكن أننا يعني نقسموها يعني ملوسط ونقسموهم ملوسط وكين فيهم جوش أنواع كين اللي كان نبلعهم مباشرة كنشربو عليهم الماء وكين شي وحدي اللي ضروري أنا نحطوهم في الكاز باش هكذا يعني يدوبوا يعني كنسموهم أقراص فوارة فالأقراص يعني الفطرة الصلاحية ديالها كتكون طويلة من الكابسولات الكابسولات كيف قلت لكم هي راح فيها هذو الحبيبات ديال الدواء كان موضعينها في غيلة في الجيلاتيني هذي كرا ماشي ميكا هذي كرا غيلة في الجيلاتيني ملون بيضاوي كي يكون على شكل طولي وقابل للدوابن في المعدة فمجرد أنا هو توصل المعدة ربعات دقيقة صافي كيدو بفعل هذيك الحموضة ديال المعدة وكيف قلت لكم الكابسولات المفعول ديالها أسرع من الأقراص فهد شي يعني فيما يخص يعني هد الأقراص والكابسولات وديما يعني تم قول لكم اللي عندها شي سؤال يعني تحطوا لي في الكوماتير فقط يعني حاولت غير نجمع لكم معلومات حول هذي حيث بزاف الناس ما عارفين شاشنا هو الفرقمي بالأقراص والكابسولات بزاف الناس تيشوفوا التاريخ باقي في العلبة تيقول لك راح خليتو راح بياقي غادي بناخد منه مدام التاريخ يعني باقي لا فإلا كين في العلبة كيف قلت لكم جموعين كتخلي ديك وكتهزد وكتستعمليه فهنا يا راه هذا كيف قلت لكم شهرين تيخص يترمي علاش لأنه راه معرض للبكتيريا مشي بحال إلا كل يعني قرص أو كل كابسولة معزولة بوحدة يعني ضروري أنك كتخرجها فهد شي اللي كين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر